عايزين كده دكتور محمد معاك تقول لنا وإحنا بنتكلم على حصات سنة طمنا على مشروعاتنا الزراعية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية بشكر حضرتك جدا على إتاحة الفرصة للمصريين يعرفوا إيه اللي بيحصل على أرض الواقع الزراعة وهو المجال اللي لاقى اهتمام كبير جدا من يعني من السيد رئيس الجمهورية على مدار السنوات العشرة اللي فاتت وحضرتك قلت كلمة مهمة جدا في المقدمة دلوقتي طريقة التفكير اختلفت طريق تفكير الدولة للقطاعات الاستراتيجية فيها اختلفت تماما فأصبح قطاع الزراعة الآن ينظر لها أنه ليس فقط زراعة وأمن غزائي بل أمن قومي لمصر ليه؟ لأنه هو اللي بيوفر غزائي المصريين والحمد لله لو شفنا ما حدث في قطاع الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة الثلاث أربع سنين اللي فاتوا هنلاقي أن هناك طفرة كبيرة جدا في كل المجالات ليه؟ لأن كل عارف والتاريخ عارف أن موارد مصر الزراعية محدودة للغاية سواء المياه أو الأراضي ولكن أن الدولة تهتم بهذه الموارد وتستثمرها وتستغلها أفضل استغلال ونقدر نعمل وضع معين من ملف الأمن الغزائي مصر بتحقق فعليا الأمن الغزائي لشعبها الكريم رغم محدودية هذه الموارد عن طريق مشروعات كبيرة زهرت ما قلت مشروعات قومية عن طريق سياسة زراعية مختلفة تماما عما سبق وزارة الزراع تنتهج الآن سياسة هي سياسة الاستغلال لكل شبر ولكل موارد من موارد مصر الزراعية الموجودة فعليا السيد وزير الزراع في كل الملفات التي تولاها منذ أن تولى هذا الملف لم يطرق كبيرة أو صغيرة إلا وركز عليها وكان هناك النتيجة واضحة للجميع وهو الحمد لله استغلال ونجاح لكل موارد مصر الزراعية طيب نبدأ كده محضرتك ونشوف المحاور بتاع التنفيذ زي ما قلت الاستراتيجية الخاصة بوزارة الزراع نشوف ايه المحاور الأساسية زي ما حضرتك ما شفت بالضبط طالما أنا بعاني من مشكلة في محضرية الركعة الزراعية فالدولة فقرت واتخذت قرار أن يتم التوسع في هذه الصحراء الممتدة والموجودة منذ ألاف السنين أفقي ورأسي توسع الأفقي ما سيبش مكان ولا سيب أي مورد زي ما قلت الحرك إلا ويتم استغلاله فتم إضافة ما يقارب مليون ونص إلى 2 مليون فدان في خلال 10 سنوات وده اعتبر مش تفرق ده خيال لأن مصر بتزرع في 8 مليون فدان لما زود 2 مليون فدان في السنوات قليلة إيه اللي بيحصل على أرض الواقع عشان أقدر أزود ده اللي بيحصل أن البلد دفعت مئات المليارات في بنية تحتية للاستصلاح وجابت كل سحاري مصر لو حذلك شفتي آخر افتتاحات للسيد الرئيس الجمهورية في خلال السنة اللي فاتت بالتحديد هنلاقي أنه من شرق العينات على حدود مصر الجنوبية إلى تشكة في شرق مصر إلى مستقبل مصر في الشمال إلى إلى مفيش مكان لم تطأ قدم السيد الرئيس إلا ويعطي كل الخير للمصريين طيب نروح بقى مثلا زيادة تنفسية الصدرات الزراعية رفع كفاءة استخدام المياه ده فيه تبطين الترع تبطين الترع والتحول للرئي الحديث وكمان الاستخدام الميكانة الحديثة والممارسات الزراعية اللي مين خلالها والأصناف اللي بيتم فيما يسمى بالتوسع الرأسي خلي بالك أن كل المحاصيل الاستراتيجية في مصر كل المحاصيل الاستراتيجية في مصر قمح رز درة هي أصناف قصيرة العمر موفرة للمياه ومتأقلمة نوعا ما لتغيرات الملخية وإلا كان يبقى عندنا مشكلة كبيرة فالتوسع الرأسي البلد بزلت فيه جهد كبير وزارة الزراعة لأول مرة في تاريخ مصر أن يتم تغطية كامل مساحة القمح في مصر بتقوى معتمدة كانتش بيحصل كنا آخرنا 20-30% وده اللي حيقلل الفاتورة الاستراتيجية بالذات الأمح بالذات